دايما بحب اخترع بالاكل وجارب طعمات جديدة جربت هيدا الاكلة وما في خبركن قدية طلعت طيبة بلشت بكيلو سطورة الجاج مقطعين مربعات حطيت فوقن ملعقة صغيرة كامون 3 تربيع الملعقة كزبرة ناشفة نصف ملعقة زنجبيل ملعقة مليانة بابريكا نصف الملعقة عقدي صفرة وملعقة صغيرة بس مليانة من الكاري ورجعت زدت نصف ملعقة صغيرة هيل وملعقة صغيرة اكيد ملح نزيد فوقن ندفت زيت تقريبا ثلاث ملاعقة اكبار وبخلطن كلن مع بعضن بنقدر نحضرن قبل بنهار ونخليون بالبراد وتاني نهار نطبخن انا هون بنفس الوقت حضرتن وضغري بلشت فين رجعت هون زدت تقريبا ملعقة كبيرة من الخل الابيض وقلبتن وبحضر الخضرية اللي بدي استعمالها في عندي بصل 3 حبات حجم وسط بقطعن بهيدا الشكل قطع حجم كبير نفس الشي كلمال البطاطا في عندي 3 حبات بطاطا كمان وسط حبيت قطع الخضرية حجم كبير لانه ما بدي ايهون كتير يستووا بس اطبخن بدي تضل القرشة وخاصة بالجزر والبصل والفلايف اللي بتعطيني طعمة طيبة والجزر نفس الشي بقطعن بهيدا الشكل وفي عندي 3 حبات كمانة وسط من الجزر ورجعت قطعت حبة فلايفلا حلوة كل الخضرية اللي قطعتها بحطن فوق بعضن بنفس الجات وهلأ بدي بلش اقلي للجاج بحط زيت نباتة بالطنجرة بس يحموا بنزل فوقه للجاج مهم انه الزيت يكون حامي لحتى ما يلزق مع للجاج بس نزله هون انا ما قلبت للجاج دغري بس فردتن بكعب الطنجرة وبس استووا من اول ميلة قلبتن وخليتن شوي ينطبخن هنه اكيد هون ما رح يستووا مية بالمية بس مهمني ياخدوا لون حلو بشي لون وبحطن على جنب لانه بعدين رح ارجع اسلق للجاج مع الخضرية ويستقوه بنفس الطنجرة بنزل ثوم مدقوق من 4 على 5 حصوص من الثوم وبقلبن وبرجع بنزل كل الخضرية اللي قطعتها فوقون بقلب الخضرية مع بعضن بالزات وهيضا الخطوة مهمة انه قلل خضرية لحتى يحافظوا على شكل مع السلق وما يفرطو وبدي ضل قلل الخضرية لحتى حسن شوي انه ضبلو وبرجع بزيد عليهم الملح ونفس البهارات اللي زدتها مع الدجاج وبنفس الكمية اللي استعملتها مع الدجاج برجع بذكر بالبهارات اللي هن الكمون عقد السفرة البابريكا الكاري الهيل والكذبرة اليابسة وبقلب الخضرية مع البهارات وبرجع بغمرهم بالماء من بعد ما يتقلوا شوي تقريبا لازم تكون الماء غمرون بهذا الشكل برجع بزيد عليهم ملح اكيد مهم ندوق قبل ما نزيد ملح هوني حبيت زيد ندفة حر اكيد اختيارة بس بنصحكن فيه وبرجع بنزل فوقهم للجاج بقلبهم تقليبي سريعة واول ما يغلب خفيف النار بغطي التنجرة وبخليهم ليستقوك وبنتبه انه ما يستوه كتير لحتى ما يفرطو من بعد ما يستوه بزيد ملعقة نشا بدوبة بنتفة ماء بدوبة كتير منيح وبزيدة فوقون انا وعم حرك لحتى ما يكبتل النشا هايدي الخطوة بتساعد انه تصير عند الصلصة سميكة ما تضله كتير رخوة بغليهم ندفة مع النشا وهيك خلصي طبختنا بحضر حدهم رز بسمتي ابيض بدى اطلب منكم اذا عم تعجبكم وصفاتي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو وتكتبولي بالكومنت تعليقاتكم واذا كنتم حبين تعرفوا طريقة التحضير لأي نوع من الحلو او حتى المالح بتمنى منكم تكتبولي بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر